كان فيه مشهد مبارح أعتقد كل الناس برضو تبعته سواء يعني على التلفزيونات أو حتى في السوشيل ميديا لأن مبارح توقفت مباراة نيو كاسل أمام توتنهام في الدورة الإنجليزية وهذا تقريبا كان في ديئة 41 على حسب ما أتذكر يعني بعد ما لاعب توتنهام تحديدا بلغ الحكم أن فيه مشكلة كانت في المدرجات حضراتكم الوقت هتشوفوا يعني في الصور ده في لحظة اللعب طبعا واللعب توقف والمايك الداخلي بقى يعني قاعدوا يطالبوا فيه بالحضور يعني حد يجي ينقذ الحالة جماعة حد يجي ينقذ الحالة والحكم كمان طلب من اللعبين أن هما يخرجوا من الملعب وإتاحة الفرصة ليه الإسعاف أن هما يخشوا ينقذوا المواقف ويشوفوا بالزبط فيه إيه مواقف كان أكيد صعب جدا يعني بس الحمد لله أن اللي أنا عرفه برضو الجديد في الموضوع نتم إنقاذ هذا يعني المشجع وهنا منتكلم من الموضوع وكورة القدم في الأول في الآخر فيه ناس بتاخد على محمل الجد الزيادة يعني اللي هو مش بتبقى أن أنت بتشجع فريق أو بتشجع لاعب وبتحبه وبتحب تحضر مباريات لا الموضوع بيبقى حياء أو موت عند الناس وده شيء أبص المبالغة في أي حاجة مش حلوة أكيد فحلو أن إحنا نكون بنحب نادي معين ومنشجع فريق معين وعندنا ناس معينة لعيبة معينة بنحبوهم لكن مش لدرجة أن إحنا يعني ناخد الموضوع على صحتنا المشهد كان صعب شوية فيعني بس يعني زي ما كنا بنقول الناس كلها تكلمت عنه مبارح تحديدا كمان في السوشل ميديا طبعا وكانت لفتة محترمة جدا هي مش لفتة الحقيقة هو دي الثقافة العامة في الغرب فكرة أن الإنسان أهم بكتير من أي حاجة تانية مباراة بطولة منافسة إنه هو التوقف حصل كبا كل ده يوقف على جنب طبعا فيه روح مشكوك في أن هي بتواجه لحظات من الخطورة فطبعا الاستجابة كانت سريعة جدا وفورية وحلو قوي أن إحنا نشوف أن فيه في كسر من الثانية أجهزة طبية موجودة في الإستاذ وبعدين دلوقتي بقى خلاص الموضوع ما بقاش مختصر على اللعبين يعني وانشات كرة القدم مش بالضرورة توقف عشان فيه لعب مصاب أو زي ما شوفنا مبارح فيه مباراة وقفت عشان فيه مشجع مصاب فطبعا سرعة الاستجابة كانت لفتة للنظر